السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيف الحال يا جماعة الخير إن شاء الله الجميع بخير أخوكم حمد أبو حمز جابر أترات الكراء تاريخ تسجيل فيديو اليوم الأحد أربعة وعشرين عشرة 2021 رح نشوف حاليا تجارب الناس بتثبيت الزواج يا جماعة الخير والله 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 أنصحكم أي حدي يتزوج على الأراضي التركية ثبت زواجك بتركيا وسط من دفتر عائلة تركيا مشان ترتاح من موضوع ترجم ونوتر يعني أهون الأمور يعني تمام عدا ذلك يعني يعتبر إثبات زواج يعني ضمن البلد اللي أنت متواجدت فيها تمام يا جماعة الخير وأنصح الناس يعني بشكل عام حاول يا أخي الكريم إنك إذا خيرت بين إنك تنقل كلم شمل أو كأذن عمل أو طلاب المدارس حاول تنقل على لم الشمل وطلاب المدارس أقوى من إذن العمل لأنه بإذن العمل صارت فيه مشاكل كثيرة واحتمال يعني الله يستر من الشيء اللي عب نتوقعه أزاكم الله خير بارك الله فيكم أخوكم أحمد أبو حمزة جابرة أثناء الكرام ومع تجارب أخين بتثبيت الزواج في تركيا أسطنبول تمام شوفوا تجاربهم وفي ناس وقعت بشوية مشاكل تكونوا تعاملوا مع المكاتب أو الوسطاء ولكن الحمد لله تداركن الأمر يعني ونصحناهم أنا وفي أخونا كمان عمار الله يزيل خير أوجه له تحية من منبري هذا أزاكم الله خير وبرك الله فيكم جميعا أخوكم محمد أبو حمزة جابرة أثناء الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع تجارب الأخوة أخونا أبو حمزة طبعا وبي إبراهيم سلام تمام يا جمعة الخير سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يسعد مساكن يا جماعة الخير اليوم سأحكي عن تجربتي لكتب الكتاب في اسطنبول منطقة سيليفري يا جماعة الخير أنا رحت على البلدية لأسأل عن أمور اللازمة الأوراق اللازمة لكتب الكتاب واستخراج دكتر عائلة في منطقة سيليفري رحت على البلدية طلبوا مني أعطوني ورقة مسجل فيها الأوراق اللازمة وهي الأوراق بالترتيب يا جماعة الخير إذن سفر للزوجة وأربع صور شخصية للزوج والزوجة وورقتين عزوبية للزوج والزوجة وورقتين العزوبية طبعا استخرجتهم من الإيدولات بمساعدة الأخ أبو حمزة الله جزيل خير يا رب وإذن السفر كمان من الإيدولات طبعا إذن السفر قدمت عليه ثلاث مرات يجي رفض بيطول شوي والرابعة إجاني قول الحمد لله والتحليل من المستوصف حللت تاني يوم طلع التحليل جمعت الأوراق اللازمة بعد جميع الأوراق جمعتهم رحت إلى دائرة النكاح في منطقتي سلمت الأوراق وطلبت أقرب موعد لكتب الكتاب طبعا أعطوني تاني نهار طلبوا مني شاهدين جبت شاهدين تاني نهار ورحت كتبت الكتاب والحمد لله رب العالمين كانت المعاملة جيدة جدا أعطوني دفتر صورت دفتر العائلة بعد الاستدام صورت دفتر العائلة وكملك الزوجة ورحت إلى الشركة اللي أعمل فيها طبعا أنا معي إذن عمال وسيكورتا سلمت الورقة صورة عن دفتر العائلة التركي وصورة عن كيملك الزوجة سلمت للمعمل وطلع إلى ثلاثة يام عطلة مأجورة طبعا الغانون التركي ثلاثة يام للمتزوج يعني اكتب كتاب رسمي يطلع له ثلاثة يام عطلة مأجورة نعم يا جماعة الخير أخذ ثلاثة يام والحمد لله أموري تمام والآن أنتظر لكي أحجز دور وأنقل لكملك من ولاية نوفا الشهير إلى اسطنبول بعد استخراج دفتر العائلة وتمنى للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا شباب وشياء أخباركم كيفك عم أبو حمزة إن شاء الله بخير يا شباب من ناحية تثبيت الزواج اللهم صلى الله عليه وسلم طبعا أنا من خلال تجربتي المريضة طبعا بعد معانا وكذا أنصح الجميع الأخوة وكذا أنهم يتبونوا الطريق النظامي طبعا بالنسبة لناحية مثلا كيملك الزوجة كير محافظة كيملك الزوج مثلا مثلا أسطنبول كيملك الزوجة كير محافظة مثلا عينتاب ما ردينا وأي محافظة كانت سواء يلزموا مثلا إذن سفر لشأن تصريح الزواج يعني انتبع الخطوات التالية يحط صور التحاليل ورقة العزوبية الموجودة كل شي يكون نظامي وأنصح نصيحة نصيحة لوجه الله لا أحد يتعامل مع السماسة أبدا 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 يقول لك سمسير أنا أقدر أطرألك يا ولا يجب تصريح الزواج وكذا خلي ورقة كلها نظامية وأنا والله أشكر من كل كلبي العم أبو حمزة والأخ عمار صاحب كناة الأجانب في تركيا أنه الرجلين ذلهم فضل عظيم عليهم من بعض الله عز وجل طبعا أتبعت الخطوات بشكل كامل وأخذت كل ورقة بشكل نظامي لأنه عندما يدخل المتاهة السماسرة يضيعونه ونعطي لا سمح الله تكون عند الورقة مزورة وإذا كانت الورقة مزورة الله المستعان يعني تقع المتاهات أنت بقناعنا فلذلك نصيحت لكم هؤلاء الخطوات سهلة جدا تخلي كل ورقة نظامية وتروع على صالون النكاح والله يتساور جدا من ناحية الأمور نعم هو يصير عندك تعقيدة فقط في إذن السفر فقط لا كير لكن إذن السفر أمر محلول لذلك إذن السفر حاول أنك ترفق ورقة العزوبية والتحايلة الطبية بإذن الله عز وجل يجيك تصريع مشان الزواج وتجربة أنا عانيت بها شوية لكن الحمد لله رب العالم مثل ما قلتكم فضل الله وفضل العمى بوحمزة والأخ عمار جزاهم الله خير قدرت أن يتب الزواجي بأكل وقت ممكن أنا سماز الرادم يطيحوني بأمور ثانية لكن الحمد لله رب العالمين والله أنك جاي منهم